السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الأخوان والأخوات والمتابعين يسألون أن العنوان الوطني في العقد الإلكتروني أو عقد الإيجار البعض يقول تطلع لي أرقام ولكن ما أعرف هذه الأرقام والبعض يقول ما أعرف وين ألقى العنوان الوطني إلى آخره طيب طبعا جاهل الناس هذه جاههم رفض بسبب اختلاف العنوان الوطني الموجود في عقد الإيجار يختلف أن العنوان الوطني الموجود في حسابهم في الضمان المطور طيب عقد الإيجار لما تفتح هنا بيديف طبعا سبع صفحات هنا موجود بالأسفل رقم واحد يعني الصفحة الأولى لما ننزل للأسفل رقم ثانية الصفحة الثانية إلى آخر حنا نبي الصفحة الثانية أو صفحة رقم اثنين هنا موجود العنوان الوطني خلوني يكبر الشاشة عشان الصورة تكون واضحة لكم بشكل أكبر هنا موجود العنوان الوطني لما نسحب كذا موجود اسم الشارع وهنا فيه أرقام طبعا اسم الشارع في بعض العقود موجود اسم الشارع ما فيه أي مشكلة سجل الشارع اللي نساكن فيه فقط أو أقرب شارع عندك بعد كذا الأرقام البعض يقول ما نعارف هذه الأرقام يعني وين أسجلها فيه عندي هنا أربع أرقام فاصلة أربع أرقام فاصلة بعد كذا خمس أرقام أول أربع أرقام هذا رقم المبنى ثاني أربع أرقام الرقم الإضافي آخر خمس أرقام رمز البريدي طيب رقم الوحدة وين حصله تحت هنا رقم الوحدة تسحب كذا أحيانا فيه حروف وأرقام سجل الرقم فقط وبس أنا شخصيا رفعت الناس كثير جدا سواء ناس أعرفهم أو عن طريق مراسلتي عن طريق التويتر أو انستجرام وجاهم قبول الحمد لله أول أربع أرقام رقم المبنى ثاني أربع أرقام الرقم الإضافي آخر خمس أرقام الرمز البريدي أو رمز المدينة طيب البعض يطلع له هنا أصفار يقول شنو أسجل أنصحك أنك تكلمهم تقول لهم أنا عندي في عقد الإيجار موجود العنوان الوطني أصفار وراح يفيدونك بشكل أكبر أشكركم على المتابعة وفمان الله ترجمة نانسي قنقر